هكذا كانت شوارع مدينة بنغازي وأخواتها من مدن المنطقة الشرقية في فبراير عام 2011 حيث خرج مئات المتظاهرين يملؤون شوارع وأزقة رباية الذايح غير آبهين ببطش جنود الطاغية وكتائبه الأمنية شرارة ما لبثت أن أشعل ثورة عمّة التراب اللبي حتى اقتلعت نظاما طاغيا انفرد بحكم البلاد أكثر من أربعين سنة شرارة جعلت من كتائب القذافي تندحر من المنطقة الشرقية وهي تجر أذيال الهزيمة والخيبة واليوم رجع صدى الظلم عليها بعد أن غطى شبح الموت ملامح تلك المدن وبعد رفضهم عودة الاستبداد وسيطرة حكم الفرد والاعتداد بالرأي لتظهر الكرامة المزعومة التي هزت أركانها وهجرت سكانها وسوت بالأرض مرافقها لا صوت فيها يعلو فوق صوت الاغتيالات والسجن والاختفاء القصري للمواطنين فعلى الرغم من محاولة كسر الثورة وقمعها من قبل الانقلابيين وداعمهم من أطراف دولية وإقليمية إلا أنها ما زالت تؤكد أنها باقية في قلوب محبيها الذين أكدوا أنهم لن يفرطوا في دماء الشهداء الزكية التي ذرفت وأنهم على الدرب ثابتون وسائرون فبعد عقد من انطلاقها ها هي فبراير تثبت أن رجالها مهما ابتعدوا يعدون وتظل الأمل الذي ينشده الأحرار ترجمة نانسي قنقر